ولكن خلينا كعهدي معاكم بمنتهى الشفافية بتكلم شهر يونيو اللي احنا الشهر اللي فيه حصل فيه تلات موجات حرة غير مسبوقة اذا قرناها بالشهور السنين اللي فاتت تلات موجات حرة طبعا كان منهم الموجة اللي حضركم اكيد حستوا بيها في وقت اجازة عيد الاطحى وكانت شديدة الصعوبة ودرجات الحرارة كانت كلها فوق الاربعينات 42 و43 ويعني سجل في اسوان رقم قياسي تجاوز ال 50 درجة مقاوية ومع ذلك كنا حرصين وعلى متابعة مع الوزراء وكل العاملين في الوزارتين ان احنا نفضل على موضوع ساعتين فقط تخفيف الاحمال او قطع الكهرباء اللي حصل بعد اجازة العيد مباشرة حصلت موجة اخرى للأسف شديدة الحرارة ومازالت موجودة لغاية النهاردة واحنا موجودين النهاردة الحرارة في الخارج مسجلة اكتر من 41 او 42 انما اللي حصل على مدار اليومين اللي فاتوا ان طبعا تواكب هذا الموضوع مع عودة طاقة العمل بكاملها في كل انحاء الدولة سواء القطاع الخاص او القطاع الحكومي فابتدينا سجلنا على مدار اليومين اللي فاتوا حجم سحب او استهلاك للطاقة الكهربية غير مسبوك يعني احنا انبارح قبل ما تحصل الازمة اللي انا حشرحها لحضراتكم كنا اقتربنا من 36 جيجا استهلاك كهرباء قبل ما تحصل الازمة اللي حصلت فيه منتصف اليوم ايه اللي حصل مصر احنا كلنا عارفين ان مصر يعني ربنا حبيها بحجم من الغاز والطاقة